عرضت يوم الخميس الماضي قوات محكمة مدينة أمجرس 37 شابا يحملون جنسيات سودانية وإيرترية جاءوا للتنقيب عن الزهب البعض منهم مهاجرين غير شرعيين قادمين من دولة ليبيا تقرير رشاد حسن طه وقراء هارون أبا أدم في إطار مكافحة هجرة الشباب غير الشرعية وعملية تنقيب الزهب بالأراضي الوطنية ألقت الأسبوع الماضي قوات الدفاع والأمن القبض على مجموعة من الشباب السودانيين والإيرتريين بمدينة أردي بمركز إداري مردي وسلمتهم للمسؤولين الإداريين بإقليم إندي شرق 12 شابا إيرتريا من بينهم فتاة عاشوا 24 يوما في الصحراء ما بين السودان والشاد بهدف الوصول إلى ليبيا ومنها إلى إيطاليا لكن الأمر حال دون توقعاتهم إذ أنهم اختاروا الطريق الخطأ ووقعوا في المحظور حيث توقفت مسيرتهم بالأراضي الشادية التي يسعى مسؤوليها ليلة نهار في محاربة الهجرة غير الشرعية وعملية تنقيب الذهب وفقا للمعاهدات الدولية فقد أكد مرارا فخمت رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبيتنو بأن هجرة الشباب الأفريقي غير الشرعية إلى أوروبا تضيع الأفارقة وها هي البلاد مرة أخرى تصبح مثلا للآخرين وتسلم هؤلاء المعنيين وذلك احتراما للمعاهدات الدولية وعن مغامراتهم من إيريتريا إلى إيطاليا يقول أحد الشباب الإيريتريين هذا وبعد أيام من التحقيق لمعرفة هوياتهم قدموا هذا الخميس التاسع عشر من أكتوبر أمام السلطات الإدارية بالمنطقة وذلك بحضور حكم الإقليم حسن جربو وبعد مستشاريف خامد رئيس الجمهورية حيث قال مدعي الجمهورية بمحكمة أمجرس داود حسين عبد الله أن هؤلاء الشباب دخلوا الأراضي الشادية ولا يمتلكون أي إذباتات هوية وبعد التحقيق عرفنا أنهم إيريتريين مهاجرين إلى إيطاليا من إيريتريا دقلوا بالسودان دقلوا تشاد ماشي ليبيا ومن ليبيا دارين يمشوا إيطاليا عشان ما يفوتشوا أرزاخهم زي ما قالوا أمام لأن أمام دول كلهم بعدما القوات الأمن والدفاع اللي كانت في سوبرفكترا نموردي صلمت من الجندرماري هنا الجندرمار بعدما أمرض التحقيقات جاءتهم لنا في المحكمة والمحكمة بعدما هي اتحقها منهم لقيتهم أنهم كلهم أجانب وجاءتهم دارين ماشيين إيطاليا أما السودانيين البالغة عددهم 25 غادروا السودان باتجاه الأراضي الشادية بهدف تنقيب الذهب الذي منعته الحكومة الشادية شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 40 سنة دخلوا البلاد ولا يملكوا واحدا منهم أوراق ثبوتية هم دول جاءين ماشيين يفتش الدهب بالرغم من أن الحكومة الشادية منعت تفتيش الدهب في الشاد ممنوع نقول لأنه ممنوع لأي أجنبي يدخل على أراضي الشادية بدون أوراق ثبوتية أو بدون فيزائش لأنه ممنوع الحكومة منعت من هنا فسايدا أي أجنبي يخش الدهب بدون أي شيء نتعبوه ونقدمه للمحكمة لكي لا يشيل الجزاء وفقا للقانون الدهب وحسب المتحدث باسم الشباب السودانيين أكد بأنه جاء سابقا وعمل في المناجم وعاد إلى بلاده لكنه لا يعرف بأن الحكومة الشادية قد منعت عملية تنقيب الذهب بأراضيها من الجنين وماشي الضعب كريه والله سابقا ما شيء تشتغل ورجع الزمن داك المنجم شقال وحاليا ما أعرف أنه ممنوع بعد جيثين لجيث المعلومة ممنوع ورجع وبما أن الإيرتليين لا توجد لهم بالبلاد السفارة ولا قنصلية سيسلمون إلى منظمة الأمم المتحدة أيث حضر ممثلها بإقليم إنيدي وقال إنهم يرفعون تقريرا لمسؤولهم قبل استلامهما وعليه فقد تبرع محافظ مقاطعة جرس باستضافة هؤلاء إلى حين تسليمهم للمنظمة الأممية يشار بأنه فقد تم تسليم الشباب السودانين للقوات المشتركة شادية السودانية التي تعمل في الحدود بين البلدين ومن هنا نستطيع القول بأن شاد ليست ملاذا للمنقبين ولا معبرا للمهاجرين ترجمة نانسي قنقر